الأوساط الأمريكية تستمر بالضغط وتستمر بمتابعة ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران وهي تبحث وتوجه الإدارة الأمريكية بأن تتخذ استراتيجية مختلفة ضد إيران من أجل تحقيق نتائج إيجابية وهذه جاءت هذه المرة من الدبلوماسية الأمريكية السابق والخبير في السياسات الخارجية الأمريكية دينيس روز الذي كتب على الفورن أفيرس طبيعة السياسة التي يجب أن يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي التي تهدف إلى الردع إلى تخويف إيران مما ممكن أن يكون قادما إذا ما استمرت بالطريقة التي هي تستمر عليها في التقدم النووي وباختصار شديد جدا هو ذكر سيناريوهات متعددة يجب أن تواجهها سياسة واحدة مع إيران فقال إذا ما فشلت العودة للاتفاقية النووية كما هو واضح الآن والتوجه الآن بأنها فعلا قد تفشل وأصبحت الفرص كبيرة لهذا الأمر فشل العودة للاتفاقية النووية يعني أن إيران ستتقدم نوويا وحتى وإن عادت إيران في مسألة العودة للاتفاقية النووية ونجحت في هذا الاتفاق فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا تحدثت بشكل واضح بأنها عند نجاحها بالعودة لهذا الاتفاق فإنها ستذهب إلى اتفاق أطول وأقوى وأفضل ولكن المشكلة دينيس روز يقول بأن إيران لن تقبل بهذه الصفقة أبدا ولن تقبل بالوصول إلى اتفاق من هذا النوع كما تتحدث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك لسبب مهم لأن هذا الاتفاق أساسا ستنتهي بنوده الرئيسية في عام 2030 ولن يعد ملزما لإيران أبدا وهي اقتربت كثيرا من مسألة تخصيب اليورانيوم والاقتراب من القبولة النووية وبالتالي ما داع اتفاق جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك إيران اختلفت الآن هي بدأت وتكيفت وعرفت كيف تتكيف مع العقوبات الأمريكية الكبيرة للغاية فمن دون العودة للاتفاقية النووية في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفي فترة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فإن إيران نجحت رغم العقوبات رغم الضغوط من عملية تسليح فصائلها المسلحة إذا كانت في العراق أو في سوريا أو حتى بالنسبة لحزب الله أو حتى بالنسبة للحوثين وجماعة الحوثي في اليمن امتركوا الطائرات المسيرة امتركوا تقنيات عالية وأصبحوا أكثر تأثيرا من أي فترة مضى وبالتالي وعلى هذا الأساس قال دينيس روز ما رأيكم إذا ما عادت إيران إلى الاتفاق النووي وامتلكت كل هذه الأموال التي ممكن أن تمتلكها فيجب أن نتوقع بأن هذه الفصائل ستصبح أقوى وأخطر وعلى هذا الأساس على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتبع سياسة تخويف وردع حقيقية أي بما معنى بأن الرئيس الأمريكي يجب أن يكون واضحا مع إيران بأنها إذا استمرت بسياسة التقدم النووي والتسليح للفصائل المسلحة فإن عليها توقع ضربة مباشرة إلى المشاءات النووية الإيرانية وإلى البنية التحتية النووية الإيرانية وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد أبدا من الوصول إلى هذا الخيار وبالتالي وعلى هذا الأساس بحسب الفورين أفيرز سيكون هناك خوفا لدى إيران سيكون هناك ردعا سيتحقق هو فقد الآن إيران لم تعد تهاب الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هي تقوم بما تقوم به الآن وكذلك هو وضح يجب أن تكون هناك أيضا عقوبات شديدة جدا وليست كالعقوبات المفروضة الآن التي لا يطبق الكثير منها مثل اعتراض الناقلات النفطية وغيرها ولكن في نفس الوقت هو حذر بأن علينا أن ننتبه بأن نضغط على إيران أن نهددها بهذا الشكل ونتخذ من سياسة الردع سياسة مهمة جدا وأساسية مع إيران ولكن يجب أن ننتبه بأن لا نضع إيران في الزاوية لأنها قريبة جدا من القنبلة النووية وممكن أن تذهب إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية وأن إيران ليست كالنظام العراقي السابق النظام العراقي السابق كان معزولا لم يكن أحدا مع النظام العراقي السابق بينما إيران الآن تمتلك حلفاء كثيرين على مستوى روسيا الصين هي تحاول الانضمام إلى منظمة بريكس منظمة شينغهاي تحدثنا كثيرا عن هذه التفاصيل وعن المصادر التي ممكن أن تلعب عليها إيران وعلى هذا الأساس على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون ذكية في هذا التعامل بحسب دينيس روز وأن هناك نتائج إيجابية ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيقها بحسب طبعا الفورين إفيرز إذا ما نجحت في الوصول إلى هذه السياسة واتباعها مع إيران وهذا ما ذكره على الفورين إفيرز إن استعادة مخاوف إيران من الولايات المتحدة قد تكون الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب والحد من التهديدات الإيرانية في المنطقة وتحقيق نتيجة دبلوماسية مقبولة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني المثير بأن ما ذكره دينيس روز اليوم على الفورين إفيرز هو يأتي متزاملا مع تصريحات منزعجة للغاية من عدد من الأطراف المهمة مثل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي هو قال بصريحة العبارة استمرار إيران بالتقدم النووي وعدم وجود اتفاق معها للعودة إلى الاتفاقية النووية وعدم نجاح الدبلوماسية فيجب علينا أن ننتبه بأن القادة السياسيين في دول الجوار أيضا سيبحثون عن الوصول للقنبلة النووية إذا ما وصلت إيران إليها أو على الأقل القدرة للوصول إلى القنبلة النووية وبالتالي سنكون أمام تسلح خطير في منطقة الشرق الأوسط إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه نت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا تحدث في هذه المسألة بل قال بأن المفاوضات في الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة طبعا لم تنجح وبأننا ليس هناك أي موعد قادم لأي مفاوضات مرة أخرى مع الإيرانيين على الأقل حتى هذه اللحظة في خطاب أيضا صعب للغاية قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عن خيارات أخرى ممكن أن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وكذلك كانت هناك تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبورت مالي قالوا بصريحة العبارة أن إيران هي من أفسدت نجاح العودة للاتفاقية النووية وتحديدا في المباحثات الأخيرة التي تمت في العاصمة القطرية الدوحة وبالنسبة إلى روبورت مالي هو وصف المحادثات التي تمت في قطر بأنها أكثر من فرصة ضائعة أي بما معنى أضعنا وقتنا تماما ولم يكن هناك أي شيء تم تقديمه جديد في هذه المفاوضات وبالحديث عن مسألة المباحثات في قطر وفشلها كما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان هناك تحركا من قطر هذه المرة تجاه إيران ووزير الخارجية القطري وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران والتقى بوزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان واجتمعوا طبعا اجتماعات مكثفة كما هو واضح من الصور والمقاطع المصورة التي جاءت وبكانت رويترز أكدت بأن هذه الاجتماعات هي تبحث عن استئناف المفاوضات النووية مرة أخرى قد تكون هي الفرصة الأخيرة من أجل التفاوض ومن أجل إنجاح العودة للاتفاقية النووية مع ضيق الوقت كما تحدث جوزيب بوريال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لعودة عملية المفاوضات مرة ثانية من أجل إنجاحها ولكن الظروف خطر للغاية وهذه الظروف الخطرة التي تجري بهذا الاتجاه ومن المتغيرات القادمة التي قد تكون قادمة مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى المملكة العربية السعودية هي أمر انتقده طبعا جون هانا على The Dispatch جون هانا انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طبيعة ما وصلت إليه الأمور الآن ولكن هو أيضا في نفس الوقت امتدحه بسبب تغيير طباعه وسياساته في الفترة الأخيرة فهو وجد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما جاء إلى البيت الأبيض فاتبع سياسة إبعاد المملكة العربية السعودية الضغط على المملكة العربية السعودية ومحاولة استرضاء إيران والمشكلة إن النتائج كانت عكسية تماما لأن إيران تحدت الولايات المتحدة الأمريكية استصغرت الضغوطة الأمريكية تماما لم تنجح ولم تقبل بالعروض القادمة للعودة إلى الاتفاقية النووية بدأت تقترب من القدرة للوصول إلى القنبلة النووية المملكة العربية السعودية انزعجت تماما وعندما جاء سيناريو دخول روسيا واقتحام روسيا والبدء بعملية عسكرية في أوكرانيا وبدء العقوبات بين الطرفين ذهابا وإيابا ومع أوروبا وكذلك علينا أن نتذكر ما جرى في أفغانستان مع اقتراب إيران مع هذه العملية مع عدم مساعدة المملكة العربية السعودية لهم الصين أيضا بدأت تفكر في مسألة وبدأت تلمح بمسائل تاريخية متعلقة بتايوان مما وضح الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين قد تقتحم تايوان وبالتالي تكون كارثة كبيرة للغاية جون هانا وجد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية كان عليها أن تكون قريبة مع حلفائها في الخليج العربي مع المملكة العربية السعودية من أجل استمرار الضغط على إيران ومن أجل كذلك كسبها في مسائل الطاقة لكان الضغط كبير جدا الآن على روسيا ولما فكرت كذلك الصين في أن تصرح مثل هذه التصريحات والتحدي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون إيران قد شعرت بضغط كبير آنذاك وتغير الموقف بالنسبة إليها وكما تحدثنا جون هانا انتدح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنه أساسا عندما بدأت تضغط ويضغط عليه مساعده في مسألة ذهاب إلى المملكة العربية السعودية هو كان غير راغبا بهذا الأمر ولكنه غير رأيه وهذه جاءت كلها بتفاصيل اليوم على وكالة رويترز من مسؤول أمريكي لم يصرح باسمه هو الذي قال ما الذي كان يفكر به جو بايدن عندما بدأ يتعرض للضغط في مسألة الذهاب إلى المملكة العربية السعودية وقال هذا المسؤول الأمريكي عارض بايدن الزيارة السعودية في البداية واعتبرها بمثابة دفعة إيجابية لولي العهد السعودي وأضاف أن الرئيس ذهب إلى هذه القضية ذهابا وإيابا لأسابيع قبل أن يتأرجح معه مساعدوه بالقول أن أسعار النفط المرتفعة والتهديد الإقليمي من إيران جعل الرحلة ضرورية وبالتالي بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الزيارة القادمة هي مهمة ومهمة للغاية من أجل تعزيز هذه العلاقات مرة ثانية وتوطيد هذه العلاقات من أجل الحصول على مكاسب سياسية قادمة وعلى هذا الأساس إعادة ترتيب الأوراق مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي بكل تأكيد خاصة وأن روسيا اليوم بتقرير قد صدر من بلومبرغ الأمريكية تحدثت بأن روسيا خلال ثلاثة أشهر الماضية قد تحصلت على 24 مليار دولار من الصادرات النفطية ومن عائدات الصادرات النفطية التي وجهتها إلى الصين وإلى الهند وهذه طبعا تعتبر نسبة كبيرة وأموال كبيرة تحصلت عليها روسيا مع ارتفاع أسعار النفط في فترة ومنذ بدء العملية العسكرية طبعا من قبل روسيا في الداخل الأوكراني وهذا يعتبر مكسبا كبيرا لها وهو ما جعلها أن تستمر في عملية التقدم في أوكرانيا عندما نتحدث عن شرق أوكرانيا لتحقيق النجاح في عمليتها العسكرية وهو يفسر تماما هذه العائدات والتفاصيل التي نشرتها بلومبرغ الأمريكية لماذا نرى القوات الروسية تستمر في التقدم رغم كل العقوبات التي نتحدث عنها هنا شرق أوكرانيا التي تلاحظون حدودها الإدارية الآن هذا هو إقليم دونباس طبعا وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانيتك القوات الروسية كما نعلم هي سيطرت على لوغانسك بهذا الاتجاه بالكامل بالتمام والكمال 100% سيطرة وهي مسيطرة تقريبا بشكل رسمي بهذا الشكل ولا زال أمامها 100 كيلو مترا لتقطعها من أجل السيطرة على دانيتك تحديدا هناك تقدم جديد بحسب ساوث فرانت تحدثت عن تقدم إلى سيفريسك بهذا الاتجاه هناك تقدم أيضا من محور آخر تجاه باخموت وطبعا القوات الروسية هي تبحث بشكل أساسي إلى السيطرة على هذه المنطقة وهي سلوفيانسك وكراماتورسك التي بدأت تتعرض إلى الكثير من الضربات بالمدفعية وغيرها دعونا نقترب من منطقة سيفريسك التي بدأت تتقدم إليها القوات الروسية وحققت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية بحسب كما تحدثنا ساوث فرانت وكذلك عدد من الوكالات الأخرى هذه هي سيفريسك التي لا تزال فيها القوات الأوكرانية هنا درونيفكا التي ترونها وكذلك هناك منطقة هنا وهي إيفانو داريفكا التي تلاحظونها بهذا الاتجاه وكذلك هنا سبرينا التي ترونها بهذه الطريقة وكذلك هذه المنطقة لا زالت القوات الأوكرانية تتواجد فيها القوات الروسية طبعا هي كانت قد حققت شيئا مهما عند عبورها لهذا النهر وهو سيفريسك دونتس القوات أو سيفريسك دونتس القوات الروسية طبعا قامت بتعدي هذه المنطقة عبرتها إلى بيلوريفكا اجتمعت اقتحمت منطقة جريغوريفكا وكذلك اقتحمت سيريبيانكا وكذلك وصلت إلى درونيفكا بهذا الاتجاه ولازالت في مراحل اشتباكات مع القوات الأوكرانية القوات الروسية بدأت بعمليات قصف على سيفريسك لاحظ الضغط العالي جدا هنا وكذلك بحسب ساوث راند هي تقدمت وسيطرت على سبرينا بهذا الاتجاه وهي بدأت بعمليات اشتباك في إيفانو داريفكا بهذا الاتجاه مع القوات الأوكرانية اشتباكات عنيفة للغاية بدأت تجري في هذه المنطقة وقد تبدو من الوهلة الأولى أن القوات الروسية ستسيطر في هذه المنطقة وستقوم بعملية ضغط واشتباكات بعد أيضا السيطرة على درونيفكا من الممكن للقوات الروسية أن تبدأ بعمليات محاولات الاقتحام في هذه المنطقة ومن هذه المنطقة ولكن يجب أن ننتبه بأن القوات الأوكرانية لا زالت تمتلك في ظل هذه الخطة التي نراها تمتلك العديد من الوسائل لعمليات الدعم والامداد لسيفريسك لكي تقاوم هذا التقدم وهذا ما يوضح أن القوات الروسية هي ستذهب إلى قطع الطرق ستحاول محاصرة هذه المنطقة تماما قطع جميع الامدادات كما اعتدنا عليها في جميع المعاركة التي جرت في الداخل الأوكراني من أجل محاصرتها الضغط عليها وإجبار القوات الأوكرانية فيما بعد الانسحاب قبل إغلاق الطرق كما حدث طبعا مع سيفرودونيتسك وليس شانسك وعلى هذا الأساس القوات الروسية تستمر في التقدم تستمر في أخذ المكاسب في الطاقة وهذا طبعا هو أمر مهم وأمر مقلق للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة النجاح بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أو على الأقل النجاح الأهم المطلوب منها هو ما ممكن أن يأتي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة إلى المملكة العربية السعودية